من النشاط الحزبي نظمت لجنة تشخيص واقع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفعيل هياته بقصر المؤتمرات حبل عشاء وعمل على شرب طواقم الحزب المشرفة على عملية الانتساب وتم خلال الاجتماع تبادل الخطب بين رئيس الحزب الأستاذ سيد محمد المحم ورئيس اللجنة سيد جال أممات باتيا وزير الدفاع الوطني وشكر كل من رئيس الحزب ورئيس اللجنة طواقم الانتساب على روح المسؤولية والانضباط التي اكتنفت العملية مبرزين أن الإقبال الكبير الذي شهدته هذه العملية التي دامت أسبوعين فقط يترجم تعلق المواطنين ببرنامج رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز وأوضح سيد سيدنا عالي والمحمد هنا وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال لعضو اللجنة تفاصيل عملية التصويت التي نص عليها الدليل الذي أعدته لجنة تشخيص واقع الحزب وأكد إلزامية الحضور لدى انتخاب الوحدات وتنصيب مكاتبها وتوخي الشفافية والعدالة لتنفيذ العملية وشرحت سيد أمال منت مولود عضو اللجنة ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في كلمة خلال الحفل شرحت الإجراءات العامة للتنصيب مشجعة على المهنية والشجاعة التي اكتنفت عملية الانتساب رئيس حزب الاتحاد من أجل جمهورية الأستاذ سيد محمد والمحمة دعا المناظرين لمواصلة الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في المواعد المقبلة هذا اللي قال هو ورحب بكم بالغ الترحيب وأشاكركم جزيلا الشكر على الجهد اللي بدلته وعلى ما قدمتم من عطاء وما قدمتم من عمل أثمر هذه الثمرة التاريخية التي حطمت كل الأرقام القياسية وسرت مناضلينكم وأنصاركم ولكن نبقوها تغيظ خصومكم يقير المهم أن تاريخية هذا الحدث اللي هو اللي يعطات مليون ومئة وستع عشر الف ومئة وسبعة وتسعين منتسم مصرع لأنه نذكر الرقم بكافة التفاصيل بذلك المناظر اللي شكل مئة وسبعة وتسعين ما أنا ساهل عنه ولأنه مختصرين وهو الأرقام الكبيرة مصرع لأنه هذا الحدث هذا هو يدور يدخل تاريخ الأحزاب السياسية ويدور كل حد يقراها قرايته يقير بعد المهم فيه أن الموريتانيين بكامل إرادتهم ووعينها لباوا لنداءكم ولباوا لنداء فخامة رئيس الجمهورية وجاءوا وانتسبوا عن وعي وعن كامل بكامل حريتهم وبكامل إرادتهم وهذا يعبر عن الدفاع هائل وتشبه بذل نهجر له وتشبه بذل حزب له وبمرجعيته وبقياته التاريخية